سجل الولادة والمعمودية نجد كريمة ابنة القس سعيد عبود ابنة بوربارة بدر ولدت في 13 نوفمبر 22 1893 توفيت في 27 أبريل 1940 ودفنت في بيت لحم كريمة عبود ولدت وترعرعت وعاشت في بيئة فنية أبوها كان القسيس سعيد عبود كان مهتم بالشعر أمها كانت مدرسة أختها تعلمت القتار أختها الأخرى كانت تعزف على البيانو فهي عائلة فيها حس فني مرهف بكل معنى الكلمة كريمة عبود إمرأة مميزة من عدة نواحي أول مصورة فلسطينية وعربية ثانياً هي أول إمرأة تحترف التصوير وتعمل وتعتاش من التصوير ثالثاً كانت تعرف عن نفسها في الإعلانات مصورة وطنية كانت جزء من النضالة الفلسطينية ضد الاستعمار ضد الانتداب البريطاني وضد حركة الاشتطان السهيوني صدفي أني أنا شفت هذا الكتاب صغير عرفت العيلة يعني هي من خلال هذا الكتاب وفي سنة 1896 توفيد عبس وعمره 47 سنة تاركاً أرملة وثمانية أيتام ستذكور وهم سليم ومتة وأمين وأسعد وسعيد وأسليمان وابنتين حنة ومريم جذور عائلة عبود ترجع إلى قرية الخيام في منطقة مرجعيون من جنوب لبنان سعيد عبود أبو كريمة تيتم أرسل إلى ميتم الميتم السوري لشنلر في القدس حيث تربى هناك واستقار في فلسطين هذا الكتاب يعني بيحكي القصة الدقيقة والحقيقية بس اللي الحلو أنه بمرحلة لحقة اكتشفنا رسالة مكتوبة بيت لحم 2 شباط 1940 كاتبها سعيد عبود المطر والبرد كان هنا كما عندكم أيضاً بقيت الحمم ملازمة كريمة جملة أيام وقد صار هذا اعتيادي عندنا نتيجة لهذه الرسائل تقدر تعرف أنها كانت العلاقة حميمة مش انقطع كان فيه رسائل وكان فيه كل وقت الزيارات بناتهم كقسم كبير من الصور لم صورتها كريمي مثلاً هاي الصورة كريمي مع عم تمتيل ففيه صور كتير اللي بتارجي قديش العلاقة هاي كانت وثيقة وقديش كانوا مع بعضهم كريمة عبود كريمة عبود كريمة تجلس في الكنيسة ومن ثم تلاحظ كيف أن عائلة باسيل المصورين يصوروا أحداث مهمة في الكنيسة فهي شبت وكانت ترى كاميرا وترى مصورين بدأت عملها كمصورة بعد الحرب العالمية الأولى يعني حوالي بجوز 1918 ل 1920 أيضاً بهاي الفترة ربما تكون قد احتكت ببعض المصورين الأجانب أو المصورين الأرمن أو المصورين العرب اللي كانوا موجودين بفلسطين في هديك المنطقة الأرمن مشتتين زي فلسطينية كل بلد بروحوا بتجربوا أنه يصير شاطرين ينجحوا بالشغل ينجحوا بهذا فاتحين في هاي الإشي لما بروح بيعملوا شغل يا بيعملوا مضبوض يا بيعملوش يعني فإذا كان الأرمن كان شاطر هي طلعت أشطر لأنها امرأة استطاعت أن تعبر عن الحنان في كل صورها ففيها صورها الدفء ظهورها كأمرأة كمصورة هدفي بحد ذات هو تحدي نظرتها لا التصوير بتكون مختلفة خاصة أنه كانت النساء بتلك الفترة يمتنوا عن التصوير يعني خد مثلاً الباسبورتات جوازات الصفر بالفترة الانتدابية كان يظهر فيها صوت الرجل ما تظهر فيها صوت المرأة إلا بالنادر كريم عبود كان يصور صور مناظر شوية عمرات بيوت وكذا كذا بس أكتريتو هي كان شاطرة بالتصوير بورتريت الناس وعفين وعادين وعروس وكذا كان شاطرة كتير فيها كان هي عندها كان يستعمل سايدلايت جانب إضاءة كتير كتير حلوة كان تصويرها كانت تسمي نفسها مصورة تصوير شمسي يعني هذا كان بالنادر أنه نسمع أو نقرأ عن فتاة صبية سيدة عربية فلسطينية بتمارس مهنة التصوير اللي كانت معروفة أنه يمهني للرجال الوحيدة من المصورين كان لها أربع استوديوهات للتصوير في نفس الوقت استوديو في الناصرة استوديو في حيفا استوديو في القدس وبيت الأحم على الأكثر في بيت والدها امرأة فلسطينية في عشرينات القرن العشرين تقود هي بنفسها سيارة بين الاستوديوهات الأربع تتنقل بين الأردن وسوريا ولبنان وفلسطين بالتالي بلاد مفتوحة بالنسبة لها هي كانت فلسطينية ولكن بالنسبة لها كمان ربما كانت لبنانية ما كانش فيه تناقض أو تعارض بين هويتين لأنهم كانوا جزء من هوية أكبر وجود السيارة معها كان يمكنها أنها تدور في البلاد وتصور أماكن مختلفة من البلاد كان إمكانها أنها تفوت على بيوت كثير محافظة وتصور الناس بقلب هذه البيوت أكثر من أنه زلم يفوت وثقت لحظات مهمة جداً في حياة العائلة الفلسطينية في عدد كبير جداً من المناطق هي ما اعتمدت فقط على الاستوديو أن الناس تتصل عندها هي كانت تذهب إلى الأماكن مثل بيت لحيم القدس المناطق القدس وكرة القدس وتقوم بالتصوير بالنادر ما كانوا يصلوا لهناك ناس حتى يصوروا صور كريمة عبود تفتح لنا نافذة على فلسطين ما قبل النكبة فإذا ناخد صور من أول العشرينات وناخد صور من آخر التلاتينات لنساء بدأ بمدينة الناصر على سبيل المثال أو في بيت لحم راح نلاحظ بشكل قوي جداً التغيير الحاصل على المظهر الخارجي إذا بتقارن هذا اللباس في الموضة في نيويورك في هذاك العام بتشوف إحنا كنا يعني بفلسطين ماشيين قبل الموضة هذا بأكد أنه هذا الشعب كان حي وأيضاً أكد على أن هذا الشعب كان في عنده نظرة للحياة اللي هي وثقة من خلال إما المستند يعني الوثيقة الورقية في نفس الوقت أيضاً الصورة الفوتوغرافية هي أيضاً وثيقة وبهذه الحالة احنا بنحكي عن فترة الانتداء باللي صار فيها التحولات الرئيسية في حياة المجتمع من مجتمع منغلق في الفترة العثمانية إلى مجتمع بدأ ينفتح على الحضارة الغربية اللي أحضروها الإنجليز بحكم احتلالهم لفلسطين في تلك الفترة من المهم جداً إعادة إحياء التراث الفلسطيني وإعادة كتابة التاريخ الفلسطيني كريمة عبود بكل صورها ترى رسائل لشعب عنده هوية شعب عنده حضارة وشعب هي تفتخر أن تكون أحد أبنائهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر